بيدعم من السيد المحافظة الأستاذ أسعد العيداني للقطاع الصحي في البصرة وخاصة مرضى الأورام سيكون هناك فحص البتسكان الذي هو لكشف الأورام السرطانية في الجسم ولكل مرضى من محافظة البصرة طبعا هذا الفحص البتسكان يكلف المريض في المبلغ يصل إلى 750 ألف أو أكثر من هذا المبلغ وكخطوة سيكون هذا الفحص مجانا عالية هذا الفحص ستكون عن طريق الطبيب اختصاص أورام أما من العيادة أو من الاستشهارية فإذا كان رأيي أنه حالي لفحص البتسكان رح يحول عندنا مكانيا اللي هما مسشفى الصدر التعليمي مركز الأورام حصرا رح يكون هناك سكرتير رح يأخذ هذه ورقة طلب الفحص اللي هي مؤشر بها الطبيب الاختصاص وتترك عند السكرتير هناك لجنة رح تعقد تأشر المريض تأخذ من عنده المسلسكات المطلوبة اللي هي البطاقة الوطنية وبطاقة السكن تسنسخ وترفع إلى دار الصحة البصرة ودورنا رح نفحها للمحافظة وهي تشبه نظام الإخلاق الطبي وهذه ما رح تأخذ تقريبا بحدود أكثر من يومين أو ثلاثة يام ورح يكون عندنا معتمد يومين يأخذ هذه الأوراق ورح يتم فحص تقريبا بحدود ممكن عشر مرضى يوميا ونفس الشيء في مسشفى البصرة التخصصي للأطفال طبعا الحكومة المحلية وأرأي سيد المحافظ تسعى لتخديم أفضل الخدمات للمواطنين ومن ضمن هذه الخدمات وأهمها بالحقيقة هو القطع الصحي قطع الصحي بالحقيقة في محافظة بصرة قفز قفزات كبيرة بسنوات الماضية طبعا هذا بفضل الإدارة المتميزة لهذه الدائرة والتعاون مع الحكومة المحلية واحدة من الخطوات المهمة اللي قدمتها المحافظة بالتعاون مع دارة الصحة هي توفير فحوصات المتقدمة للسرطان بشكل مجان مرضى محافظة بصرة مرضى المحافظة من الأسف كانوا يضطرون يراجعون بغداد أو محافظات فراط الأوسط يراجعون القطع الخاص في تلك المحافظات يتكبرون أولا مرضى سرطان تعرف سفرة إلى بغداد أو إلى محافظات النجفة وكربلاء صعب ومتعب ومكلف ويتطلب من عنده بقاء يومين أو ثلاثة في الفندق وغيرها فضلا عنه تكاليف الفحصية عالية فقد تكلف المريض مليون دينار أو أكثر الذهاب لهذه المحافظات فضلا عن أنه ممكن ناسعتها الإمكانية لذلك مجرد أن بادرت دارة صحة البصرة برفع مقترح سر المحافظة كان موافقة فورية على هذا المقترح وراح يكون توفير خدمات متميزة لأول مرة على مستوى العراق يعني من كافة المحافظات كردستان وغير كردستان لوجد خدمة فحوصات مرضى السرطان مجانا في غير محافظة البصرة طبعا هي تتكون مجموعة من الفحوصات يعني الفحوصات البتسكان الاسبكت سيتي أيضا بونسكان بايراديو إزوتوبس هاي كلها متفاصيل بأجهزة حديثة جدا مصنعة في أمريكا والدول الأوروبية هاي راح تساهم بفائتين فائدة الأولى احنا وفرنا مبالغ طائلة على المريض اثنين ساعدنا الطبيب في التشخيص المبكر للسرطان وبالنتيجة راح يتقل أيضا نسبة الوفيات أو نسبة المضاعفات اللي يعانوا عندها المرضى عندما يكون تشخيصه مبكر وهذا راح ينعكس بشكل إيجابي أيضا على الجانب الاقتصادي لدائرة الصحة دائرة الصحة عندما يتيها مريض في السرطان في بداية اكتشافه ممكن يتعالجه وكتسب الشفاء بينما إذا كان لم يكن شيء خاص مبكرا واتفاقمة حالتي راح يتكفل الدائرة تحمل مبالغ ضخمة ويواصل مصارف كبيرة على مدى سنوات